رغم ممرور 49 سنة على نصر أكتوبر لكن لسه لحد الوقتي بنكتشف تفاصيل كتيرة جداً وأسرار للعبقرية العسكرية المصرية اللي قدرت إنها تتحدى المستحيل وتستعيد مرة تانية جزء غالي جداً من تراب مصر وترفع رأس كل المصريين في ملحمة العبور اللي كانت مليئة بالخطط واق الاستراتيجيات اللي تم تدرسها في الأكاديميات العسكرية خلونا نرحب بسيادة اللواء نصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية اللي منورنا صباح خير يا فندم أهلا صباح يا أهلا بحضراتك كل سنة حولك طيب وأنت طيب سيدي أهلا بك في البداية عايزين نعرف المعنى الحرفي لكلمة الحرب بخدع وهل بالفعل الرئيس السادات استخدم أكبر عملية خداع استراتيجي في التاريخ لم يستخدمها قبل قائد سياسي أو عسكري شوف الخداع أهم ما في الخداع أنك تفاجئ العدو لأنه لو حققت المفاجأة وده أحد مبادئ الحرب ضمنت أنك أنت اللي هتبقى هتتسيد انت لكت المبادئة تصرف العدو هيبقى رد فعل لك يعني دي أهم وبالتالي ضمنت مش عايز أقول 50% من المعركة قد يكون أكتر من 50% من النصر المفاجأة لها أربع عناصر معروفة على مر التاريخ أن أنا أختار توقيت أهاجم العدو في توقيت غير متوقع من وجهة نظره في مكان أيضا غير متوقع بسلاح غير متوقع بأسلوب غير متوقع تمام؟ الأربعة دول هم دول المربع المفاجأة إحنا في 73 عملنا إيه؟ كشفنا له كل حاجة إحنا هنهاجم في ليوم الفلاني ده واصل إن إحنا بعتناله قلناله يعني لو مذكرين التاريخ لا ده فيه اتقاله إن إحنا هنهاجم في ليوم الفلاني وواصلته المعلومات دي المكان اللي هنهاجم منه بقى شايف قواتنا أساليب كنا منتضرب ونوريله كل الكلام ده عملناه بس رحنا جايين بقى ضيفين على المربع ده ضلع خامس اللي هو إيه؟ إخفاء النواية هو ده الخداع بقى إنه خليه يشوف ده كله بسقول لا ده ولمش هحاربه يعني لدرجة إن رئيس الجمهورية رئيس السادات نفسه دخل نفسه في خطة الخداع الاستراتيجي إنه يعني رضي على نفسه إنه يتقالك الرجل ده رجل مهزوز كل مرة يقول ده عامل حسم لا ده عامل للضباب يعني إيه؟ وكل مهتلت سنين سنتين وارا بعض نرفع درجة استعداد القوات زي ما هي بالزبط كده زي ما عملنا في تلاتة وسبعين وخلاص هنهاجم وهم يرفقوا درجة استعداد ويستدعوا قواتهم ويعملوا تعبئة وهوب نروحوا وقفين ونفك ده كله والناس ترجع لأماكنه طب تاني سانا عملنا نفس الكلام ويكلفه ثالث قالك لا لا خلاص ده المصريين خادوا على كده فديت كانت أعظم خداعة عمل إنك أنت تخليه يشوف عناصر المفاجأة قدامه ويقول لو هاجمني هياجمني في التوقيت ده لو هيدربني بقى من الأماكن ده الأسلوب اللي هيدرب بيه بالشكل ده كل الكلام ده ثم المفاجأة بقى أيضا في أساليب غير نمطية غير متوقعة بالمرة يعني أنت بعمل خط برليف بتقولي ده عايز كنبلة نووية عشان تتغلب عليه فتفاجئ إن كنبلة نووية بتاعت خرطم مية يعني أي عقل يدرك هذا صحيح ده العالم كله بقولك كنبلة نووية كنبلة نووية طب قادر نوى بتاعه خرطم مية ومن القناة اللي موجودة هي فده كان فكرة إزاي العالم تكلم عننا بعد هذه الخطم العالم تحديدا تدمير خط برليف أقول لحضرتك يعني أنا فاكر وأنا في أحد المراكز الوظيفية بعد الحرب فترة طويلة جاي لنا من دولة من دول العظمة كبار أتنين من يعني من المسك البحوش العسكرية هناك والأكاديمية العسكرية ودول أكبر ناس موجودين في هذه الدولة مش عايزة أسمى الدولة ديت يعني جايين عايزين مننا حاجتين اتنين يعرفوهم مننا إزاي عملنا الخداع وإزاي تغلبنا على خط برليف لأن خط برليف ده انت عارف إيه على مر التاريخ الحديث اتعمل ثلاث خطوط دفاعية كل خط في وقته كان يعني حكاية خط موجينو الفرنسي خط زكفريد الألماني قوة التجريدة البريطانية من المنع ومن القوة ومن الفكر جاي خط برليف ده تفوق على الثلاثة دول بشكل يعني بامتياز وفيه أفكار لم يعني لم يفكر فيها أحد من قبل وساعدهم أكتر عليها قناة السويس اللي يعني الطيار بيتغير فيها كل ست ساعات يعني لو أنت عملت أن الطيار ماشي من الجنوب للشمال ست ساعات وتلاقي الكباري راح الطيار خد في اتجاه تاني الجزر والمد اللي أكتر من متر ونص برضو كمية الرمال اللي معمولة خطوط الدفاعية اللي هو عاملها ومرتب دبابات ورد زي تضرب الدوشة من المعمولة أو النقطة الحصينة اللي محتاجة لازم وانا زيك قالك لازم كن بلها نووية عشان تشيل الحصن ده صحيح حضرت زكارة دلوقتي سدم الجنوب تاع فرنسا إحنا تم تدميره بالسواريخ وكان واستغرق وقت طويل جدا إحنا لو كنا اتبعنا نفس الطريق عندنا كان هيستغرق من 12 إلى 15 ساعة فأنا كنت كنت تديره فرصة ولا كلا ولو بالفكر ده ما كان أبدا أولا النقطة القوية أنا لو أحكي لك على التحصينات بتاعتها استحالة بأي سلاح تقليدي يعني إيه أنك تهدمها ده رقم واحد رقم اتنين النقطة القوية ديت كيان مستقل متكامل يستطيع أن يحارب من داخله لمدة 15 يوم متصلة معاه زخرته معاه الأكل والمية بتاعته معاه مستشفى غرفة عمليات موجودة جوه لو حد جراله الجرح يعمل له عملية جراحية في النقطة فمش محتاج إنما الرعب بقى ما ايه ربنا سبحانه وتعالى ايه وما النصر إلا من عند الله الناس ده أول ما شافتنا منهجم ما كانوش متخئ ده ده خط برليف ده الواحده أو النبالم الواحده كان يعني يكفي إنه يرعب أي حد وده وخاصاته إنهم عملو قدامنا يعني لما يرش لك على وش المية النبالم النبالم فيه ايه أكتر من نوع فيه النبالم العادي وده عامل زي الشحم الأصفر أو زي الفزدين كده ده يولع يلزق في الجسم في أي حاجة ويولع يشتعل لو على حديد يصهر الحديد ده فهم عملوا قالك ممكن المصريين يغطوه بطبقة اللي هو الرغوي ده الرغاوي هتمنع عنه الأكسجين هيتطفي لو ولعناه فعملوا إيه؟ عملوا أضافوا له مادة الفزفور اللي هي فالأكسجين بحيث إنه حتى لو أنت عملت عليه هيشتعل عزلته عن الهوى هيشتعل طيب إحنا ممكن إنه هو بيضرب ده بيضرب النبالم وبعدين بيشعله فممكن المصريين يضربوا وسيلة الإشعال فأضافوا ليه مادة السوديوم شوفوا التفكير السوديوم أول ما يلمس الماء يولع فهو أوتوماتيج لكل حاجة فيه عملوا تجربة قدامنا اللي كان واقف على الضفة الغربية القناة لم يستطيع أن يتحمل الحرارة يعني الكل بيرجع بيبعد عن الحرارة اللي هي في القناة فتخيل لو تمكنوا فعلاً من إنه هم يشغلوا المضخات بتاعة النبالم دي إنما الحمد لله كنا بنرتب فعلاً بمنتهى الهدوء وبمنتهى الزكاء وكل مشكلة كنا بندرسها صح يعني ما إيه ما سيبناش فيش حاجة خدناها عشوائية يعني عملية التغلب على خط برليف دي وبخارطي من المية ده من يام جمال عبد الناصر رحمة الله عليه يعني المهندس باقي لما طلع بيها اتعرضت على عبد الناصر وقعد وشوف يتعمل عليها تجارب وبعدين إزاي نجيب المضخات دي طب نجيبها لو جيبناها القوات المسالحة هتكشف طب نجيب الخارطيم دي إزاي ففي مش عارف خدية المضخات دي جاء لحساب وزارة الزراعة على أساس إنها بتعمل أبار تطلع مية من أبار عميقة لها قوة معينة الخارطيم دي جاء اللي جاءها تانية أخرى للمطافي وجمعت دول كلهم من غير محد يحس المعدات العبور إزاي أخفتها كل اللي إحنا عملناه وبدأت تعمل نمازج محاكاة كمان المحاكاة إحنا كنا للعبور ده ما كناش بنبطل عبور نهر النيل ده تعمل في أماكن واختير أماكن زي الأماكن يعني إيه كل فرقة هتعبر من مكان جوي جينا على النيل الأرض المشابهة ليها أهي واتدربنا عليها إزاي هتعبر عليه أنا إحنا مثلاً كاستطلاع بنشتغل في الجبال ما فيش جبل في مصر ما دوسناهوش وجبال سينة طبعاً سينة ما انتلاكش إن إحنا من 67 ما سبناهاش الاستطلاع قاعد فيها من 67 ل 73 ست سنين بنغير على طول بحيث إن إيه سينة دي بقت كتاب مفتوح معلومات كاملة يعني إيه أي قرار اكتماله بإكتمال معلومات صحيح لو في معلومة نقص يبقى قرارك نقص ولو معلومة غلط يبقى قرارك غلط وده دور الاستطلاع فدور الاستطلاع موفر معلومات على أفضل ما يكون في التاريخ وبالتالي زي بقولك القوات الجوية كانت مخططة يعني في بنك أهداف هناك معروف عندي كذا هدف هدمرهم طب أدمرهم إزاي بكذا طلعة جوية بحسوب عندنا 220 طيارة هيطلعوا هيدمروا طب دول مش هيكفوا التدمير في الطلعة الأولى مخططين طلعة تانية الطلعة الأولى الضربة الأولى ضمرت 95% من الأهداف فوفرنا الطلعة التانية أو الضربة التانية ليه؟ الكلام ده ما كان ليتم إلا بإن فيه معلومات دقيقة 100% يعني كل طيار داخل عنده بالإحداث بالشبر وبالسانتي فين الهدف اللي هتضربوا كل الطيارات اللي الحمد لله دخلت المدفعية 2300 مدفع بيضربوا الأهداف بتاعتهم يعني مدققة لأبعد مدى كل الأهداف فكل الكلام ده فيه إعداد زي ما نسميه إعداد لمسرح العمليات بمنتهى الدقة الإعداد بالمعلومات فلم يكن ينقصك لأن إذا إحنا في المثل الشعبي أو البلد يقول إيه التشخيص نص العلاج صحيح فإحنا شخصنا صح إحنا كاستطلاع شخصنا صح إن إحنا دينا كل المعلومات الصحيحة الدقيقة الموقوتة المؤكدة أهيه واتاخد عليها القرار صح ولذلك كانت العبور اللي عملته إسرائيل في ست سنين خلصناه في ست ساعات صحيح مجاش صدفة يعني اللي بيقولك حايم بارليف اللي هو كان رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي واللي سمى الخط ده باسمه وتعمل هو اللي كان رئيس أركان الجيش وقتها وسموا الخط باسمه بيقولك أنا بنينا هذا الخط بالتكنولوجيا تسبق المصريين بخمسين سنة شوف بقى هيد العقلية بقى هو ده إيه الزكاء أنا مش هاجر وراك في التراك اللي إنت إيه سابقني فيه لا أنا هفكرلك في حاجة أنت مخطرتش على بالك صحيح هي دي قمة المفاجأة بقى أنت عايز خمسين سنة لا ده أنا هرجع خمس تلاف سنة هشوف قدماء المصريين كان بيعملوا إيه بيستخدموا المية في إيه استخدمت المية وسلالم الحبال عشان هتسلق هتساتر اللي أكتر من عشرين متر ارتفاع على فوق سطح المية كل هذه هي دي الأفكار الغير متوقعة هي دي المفاجأة صحيح وخبال حضرتك فإن أنا آجي اللي يقول لي خمس سنة خمسين سنة عشان أفهم إزاي أتعامل مع هذا الخط وكلامه بقى التعجيز يقولك إيه وسوف نحافظ على هذا الفاصل الزمني يعني هنطور كل يوم بيحسوا بقى إيه سابيرهم بخمسين سنة خمسين سنة طب استناني ست ساعات ما كانش فيه خط برلين ست ساعات وخبال حضرتك صار رئيس الإسرائيل أنقذوا إسرائيل بعتولها بعتت أمريكا يوم سبعة أكتوبر كلام دا بقولك من مذكرات رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي وقتها ديفيد العازر بقولك في الساعات الأخيرة من يوم سبعة أكتوبر تلاتة وسبعين استقبل مطار بن جوريوم في إسرائيل طائرة أمريكية خاصة عليها ضابط التصار رفع المستوى راجل دا نزل يوم سبعة أكتوبر واتحرك على مواصل مركز القيادة تفتل قبيب صباح يوم ثمانية فدخل على القادة الإسرائيليين قالوا ما إيش راحوني الموقع قالوا المصريين عبروا وبيتقدموا هنا قالوا عبروا مال فين خط برليف قالوا خلاص بح معاتي خط برليف انت تنصحنا قالوا انصحكم بايه فين الزراع الطولة فين قوات الجوية قالوا كل طيارة تقترب من القناة أقل من 15 كيلو بتسقط بماذا تنصحنا فبصولهم باستغراب كده قالوا انهم مش جايبوا نصايح انا جاي بأوامر طبعا لانه هم ايه المعلومات بتجيله أول بول وجاي من أمريكا وهمهم تابعين قالوا هم ايه دا رسالة بقى من نيكسون رئيس أمريكا رقم واحد لابد من اخراج الدفاع الجو المصري من المعركة لان السلاح الامريكي وهين اي يوم اهانة من ايه من السلاح الروسي فلابد من اخراج السلاح ايه الدفاع الجوي اللي عمال يسقط الطائرات عمال على البطال ده فبصولوا يعني ايه يعني حاجة شيء قالوا لا 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 يعني استغرابوا يصبروا التانية بقى خدوا التانية الاول بس وبعدين استغرابوا رحكم لابد من الاستيلاء على اي مساحة من الارض غرب القناة كي نستطيع ان نتكلم مع السادات عشان رف نكلمه ممممم مش هنكلمه هو فى خمة الانتصارات دى صحيح لازم نمسك حاجة ايه ورق فيه ايه فرحاطو يبصو له يعني انت بتكلم كلام مش معقول لدرجة دمه وصفوه قال له الراجل ده مش فهم حاجة فاي حاجة قال له مانت بتستغربين عن ايه انا قلت اللي عندي انتو طلباتكبر عشان تنفزوا الكلام ده قالوا له يعني فيه قال لهم فيه جسر جوي الرئيس نيكسون أمر إنه يجهز دلوقتي عشان يقول لكم كل مطالبكم قعدوا كتبوا أسلحة الجيش الأمريكي نفسه لم يكن قد استخدمها ما دخلتش الخدمة عنده وخبال حضرتك وخدها ورجع بقى على إسرائيل على أمريكا إحنا في الوقت ده بقى عامنين بنعزف سيمفونية على الضفة الشرقية للقناة وده فكرة وزكاء القائد يعني اللي بيقول لك إنه أنا لأ ده إحنا كنا مخططين ناخد 10-15 كيلو وقلنا إنه إحنا هناخد لحد المضايا المعلوم تبقى لقوانين قتال وقواعد خدمة المدان أي قوة بتتقدم تمام لما بتهاجم لوما العدو اللي قدامه يرتد بينسحب ما بتفصل شي بينه وبينه على طول رجبة فوقيه لو مشي 100 كيلو على طول أي فأنا مش الفكرة أنا منبل في الأول بحدد لك مهم إنك تدمر هذا العدو على الخط ده العدو ارتد إركب فوقيه بتعامل مع متغيرات خلاص بتطرد ومطردة مستمرة بقى فالحد فين ولا توقف لقوة مهاجمة إلا إذا أجبرت يعني أنا ما بقفش في مزاج إلا إيه إلا إذا أجبرت على التوقف أو حققت هدفي وصلت للهدف اللي أنا عايزه فأنا هدفي سينة والعدو هنسحب قدامي أو حربه بس إحنا في الأول ابتدينا بقى في الثلاث يام الأوانين من يوم ستة إلى يوم تسعة إنه هو مناطق قتل بقى خدنا الخطوط بتاعتنا وخبال حضرتك وابتدينا يعني هجمنا وابتدينا نعمل ننصب مناطق قتل ومصايد للدبابات اللي إيه هو بيدفع بقى إيه قوات بتاعته المدرعة تقوم بهجمات وضربات مضادة يعني السادات رحمة الله عليه شبهها أو وصفها بطريقة الفكاهية دي قال لك إحنا بندمر اللي هو المدرعة في 20 ديئة اللي هو المدرعة ده 111 دبابة شوفوا ما تدمره في 20 دي هو بيقولها بطريقة الفكاهية إنه مده حقيقة مفهوم آه دمرنا لهم عدد من الدبابات معدلات ما حصلتش في التاريخ وبعدين عندك وعشان كاس سيادة اللواء العالم كله تكلم عن هذه الحرب وأشياء بما فعلوا المقاتل مصر احنا نشكر حضاك طبعا شكرا جزيلا وكل سنة وسيادة طايد سيادة اللواء ناصر سالم المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا شكرا جزيلا شرعا لكم ورسنا فان شكرا جزيلاو